وانت في بيتك استخرج بطاقة التموين في خمس دقائق معاكم الهام هالي اهلا بكم خطوة من الف خطوة مصر الرقمية لا للروتين نعم للتوفير الوقت دي استراتيجية اللي خدتها الدولة لفترة الاخيرة علشان تحول الخدمات وتبقى بطريقة الكترونية وننتهي بقى من قسمة التغابير والمحسوبية والروتين من اهم الخدمات اللي بتقدمها بوابة مصر الرقمية هي خدمات التموين ودي بتتمثل في 12 خدمة لوزارة التموين والتجارة الداخلية من ضمن الخدمات دي هي خدمة استخراج بطاقة التموين او بدل فائد عبر الانترنت وانت في بيتك طب ايه هي الخطوات استخراج بطاقة التموينية من خلال بوابة مصر الرقمية اول حاجة هتعملها هتدخل على بوابة مصر الرقمية ولو انت مش هعمل أكاونت على البوابة هتعمل حساب وده هيكون من خلال انك تدخل بيانات بطاقة الرقم القومي وتليفونك المحمول وتتبع الخطوات بعد كده هتجيلك رسالة نصية لتليفونك المحمول بكود تفعيل الحساب الخطوة اللي بعد كده هتنشئ الرقم السري خاص بحسابك على بوابة مصر الرقمية طب ايه هالخطوة اللي بعد كده؟ هتفتح حسابك على بوابة مصر الرقمية وهتختار الخدمات التموينية بعد كده هتختار إصدار بطاقة تموينية جديدة وهتمل استمارة بيانات اللي هتزعر قدامك الخطوة الجاية هتسدد قيمة الرسوم بواسطة البطاقة البنكية وده حوالي 18.5 جنيه شامل تكلفة التوصيل أو ممكن تخصم من قيمة الدعم في أول عملية صرف باستخدام البطاقة هتستنى بعد كده لغاية ما تجيلك لحد البيت في عنوان المتسجل على حسابك بوابة مصر الرقمية كمان تقدر تتابع طلبك من خلال ايكون الطلباتي الموجودة بالأعلى واللي بتوضح موقف طلبك إذا كان في مرحلة تأكيد البيانات أو طباعة الكرت وصولا للمرحلة النهائية وهي التسليم وتفعيل البطاقة كمان تقدر تخلص كده كل الخدمات الخاصة بالتموين والسلع الغذائية المدعمة اللي بيحصل عليها من اللي بينطبق عليهم شروط الدعم التمويني من إصدار بطاقة تموينية واستخراج بدل فائد وإضافة الزوجة والأولاد للبطاقة التموينية وفصل بطاقة الأب ونقل البطاقة من محافظة إلى التانية وعلى فكرة النظام الإلكتروني أثبت فعاليته في أزمة كورونا اللي أكبرت كل العالم على استخدام البدائل الإلكترونية للحصول على الخدمات الحكومية وبكده تكون خلصت فقرتنا ونشوفك بفقرة جديدة إن شاء الله موسيقى موسيقى